الصادق عليه السلام يكشف أكذوبة لن تخلو الأرض من الحجة الملائكة وآيات في القرآن تؤكد الفترات وانقطاع الرسل وتكذيب لن تخلو الأرض آدم عليه السلام تحت ضغط وسوسة الشيطان وزلته البداء يجهل الإمام عليه السلام ويكذب النص على الأئمة البداء تجهيل وتغرير ومقدمة للغلو الملائكة تشهد بالفترة وانقطاع الرسل منحج المكر عصمة الأنبياء عليه السلام ليست عقيدة بل وسيلة لتبرير عصمة الأئمة عليه السلام السريقة من الصوفية والمعتزلة والمناطق لا تصحح العصمة ولا تبرر اختلاق عقيدة ودين العصمة لا ضرورة لها ولا تجتمع مع المعصية والغواية ميليشيات وجموع أنصار للمهدي فأين هو ولم لا يظهر آدم عليه السلام تجرأ وعصى وغوى في الشجرة والخلود والملائكية الشيعة لا تستحق المهدي فغاب وجاء السيستاني وغاب وترك سفراء كالباب فمتى الظهور هل جاء الصادق عليه السلام بدين جديد؟ رتب عليه الإمامة والمهدي علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم تلقى كلمات العمة أسماء أو كلمات البث المباشر يوم الاثنين الساعة التاسعة المرجع المهندس الصرخي الحسنية